هو كابتن محمود جابر عمل ايه بقى مع منتخب الشباب على مدار ستة وعشرين شهر بتتكلم في سنتين وشوية سنتين وشهرين يلا بص سنتين وشهرين ماسك المنتخب كانت اتحاد الكرة اعلن تولي كابتن محمود جابر اضاء الفنان المنتخب مصد حتى عشرين عام من تسة وعشرين ديسمبر 2020 اي منذ ستة وعشرين شهر تقريبا زي ما قلنا اللي بعد منتخب الشباب خاط تحت قيادة محمود جابر ثلاث بطولات مجمعة وهي بطولة شمال افريقيا في تونس خلال شهر نوفمبر 2021 ثم كأس العرب للشباب بالسعودية في اغسطس 2022 واخيرا كأس الامم الافريقية للشباب خلال شهر فبراير الجاري والتي كانت البطولة الاهم والتي يتم التحضير لها كابتن محمود جابر خلال هذه التجمعات بجانب المعسكر التحضيري استعدادا لامم افريقيا للشباب قام بتجربة تلاتة واربعين لعبا محلية من عديد الاندية ابرزهم الاهل والزمالك وبيرابنز اضافة الى امبي والاسماعيل حل كما قام كابتن محمود جابر باستدعاء 25 لعبا محترفا في الخارج لتجربتهم في المعسكرات المختلفة قبل ان يستقر على ضم خمسة لعبين في القائمة الاولية لكأس اهم افريقيا للشباب ليستبعد تلات لعبين بعد ذلك وهم مصطفى اشرف ونور علاء الدين لأسباب فنية وصلاح باشة بسبب الاصابة مع الاقباء فقط على احمد نادر السيد وابلال مظهر واحمد نادر مشاركش كمان يبقى ابلال مظهر بس اللي كان محترف يعني خلونا دي حراسة المرمى اللي كان موجود او دي القائمة بتاعت منتخب تعالوا نتجاوزها عشان الوقت دي القائمة اللي حرارتكم كلكم عارفينها هات اللي بعد كده هات اللي بعد كده على طول اه ماشي خلص ده كان اخر حاجة للقائمة الفكرة انه كان فيه وقت للشغل كان فيه وقت للشغل سنتين وشهرين وبسيط على كل اللاعبين وبصراحة عايزة دي عذر بسيط للكابت المحمود جابر نحنا عندنا مشكلة في جودة اللاعبين في المراحل العمراء المختلفة نشتغل عليها بقى نشتغل عليها